اشتركوا في القناة لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة عباد الله إن الله سبحانه وتعالى هو الغلي الحميد خلق العبادة ولو شاء ما خلقهم لم يزدد بخلقه إلهم صفة فهو الخالق ولا خلق وهو الرازق ولا رزق هو على ما عليه كان سبحانه وتعالى وقد شاء بحكمته البالغة أن يجعل هذه الدار قبل الآخرة مسرحاً للصراع بين الحق والباطل وأن يجعلها دار امتحان وعمل وأن يجعل الآخرة دار جزاء فالناس في هذه الدار يمرون بعبور بنقطة عبور يمتحنون فيها ويبتلون ثم بعد ذلك تعلن النتائج في أول مشاهد القيامة عندما ينادي المنادي في الناس يمتاز اليوم أيها المجرمون في هذه الدار أقام الله الحجة على الناس وأراهم المحجة فأنعم عليهم بأنواع النعم التي لا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها خلقهم في أحسن تقويم وركب فيهم العقول والسمع والبصر وآتاهم من أنواع النعم مما سوى ذلك ما يتزايد على مر الزمان أول طبقة من البشر عندما جاءت إلى الأرض ونت أن النعمة كملت لكن لم تأتي طبقة بعد ذلك إلا وجاءها من نعم الله ما لم يكن يخطر لها على بال ولنقارن حالنا الآن مع حال الطبقة التي فوقنا من آبائنا وإجدادنا فلنرى البور الشاسع بيننا في نعمة الله سبحانه وتعالى كل يوم يتجدد لديه من النعم ما يدل على أن خيره لا نهاية له وأن لديه من أنواع الأرزاق ما لو اجتمعت عليه الخلائق جميعا ما نفد شيء مما عنده ولذلك ثبت في الصحيح في الحديث القدسي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يداه سحاءان بالعطاء الليلة والنهار لا تغيضان يعطي قبل المسألة ويوفق للسؤال ويستجيب من دعاه سبحانه وتعالى هذا الفضل العظيم رتب الله عليه هذا الامتحان العظيم كذلك وهذا الامتحان يقتضي من الإنسان أن يعلم أنه لم يترك سداء أقام الله عليه خمس رقابات الرقابة الأولى رقابة الملك الديان فهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد يعلم ما توسوس به نفسه يعلم السر وأخفى لا تحجب عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره لا يشغله شأن عن شان يسمع دعاء الداعين في الأراضين كلها وفي السماوات وما بين ذلك فلا يلتبس عليه دعاء أحد بدعاء أحد كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى والرقابة الثانية رقابة الرسول الكريم فكل أمة أرسل الله فيها رسولا يشهد عليها بأعمالها يطلعه الله على أعمالها فيشهد بها شهادة لا جرح فيها وهذه الأمة اختار الله لها أحب رسله إليه وأفضلهم عنده محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الشاهد الذي لا يجرح ولا يطعن فيه بوجه من الوجوه أرسله الله شهيدا على هذه الأمة تعرض عليه أعمالها في قبره فيشهد بها عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى وهي رقابة دائمة ولذلك قال الله فيها وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال فيها فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وقال فيها ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء والرقابة الثالثة رقابة الملائكة الكرام فمع كل واحد من البشر واحد وعشرون ملكا يحصون عليه أعماله ويدققونها ويرفعون التقارير إلى الله وهو أعلم فمنهم صاحب اليمين المكلف بكتابة الحسنات وصاحب الشمال المكلف بكتابة السيئات والقرين الذي يلم بقلب الإنسان فيأمره بالخيرات وينهاه عن المنكرات ومنهم المعقبات من بين يديه ومن خلفه ومنهم ملائكة الجوارح كل جارحة عليها ملك يكتب ما تجترح تلك الجارحة وبعد ذلك الشهود الذين يتعاقبون في الناس يهتمون برواد المساجد وبالسابقين إليها فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ويرتفعون إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم ماذا يقول عبادي أو كيف أتيتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون يأتون إلى المساجد فهي محل النظر وهي مكان العمل والله سبحانه وتعالى شرفها بإضافتها إلى نفسه وروادها وعمارها هم أهله سبحانه وتعالى الذين لم يشغلهم عن نفسه ومحضهم لعبادته فلذلك جاءوا إليه مقبلين غير مدبرين فتح الله أبابه أمامهم فلم يولوها ظهورهم وأقبلوا عليه بوجوههم فأقبل عليهم سبحانه وتعالى ولذلك أرسل إليهم ملائكته تشريفا لهم ليكونوا شفعاء لهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله جل جلاله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون والرقابة الرابعة رقابة المؤمنين فهم شهداء الله في أرضه يشهدون على الناس الذين عاصروهم والذين سبقوهم بما قدموا ولذلك قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وقال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم رسوله والمؤمنون وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنتم شهداء الله في أرضه فمن أذنيتم عليه بخير وجبت له الجنة ومن أذنيتم عليه بشر وجبت له النار والرقابة الخامسة رقابة الإنسان على نفسه بل الإنسان على نفسه بصيرة أقام الله عليه الحجة من تلقائه ومن جوارحه وأعضائه ومن لباسه والنعم المحاذية له تمثل له يوم القيامة خارجا عن جسمه فيشهد عليه لسانه لا من محل النطق وتشهد عليه يداه ورجلاه تمثلان له فتشهدان عليه قال الله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين يوفيهم الله دينهم أي جزاءهم الحق العدل الذي لا وكس فيه ولا شطط فينالون العدل في مجازاتهم يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين يعلم ذلك مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم كلهم يعلمون أن الله هو الحق المبين فقد أقام عليهم الحجة وأبانها لهم إبانة واضحة لا نبس بعدها ثم بعد ذلك شرع لهم الشرائع وأنزل إليهم الكتب وهذه الشرائع كلها لمصلحة بني آدم ولمصلحة سكان الأرض فما من عدل إلا جاء به شرع الله وما من ظلم إلا حرمه شرع الله وما من إنصاف إلا وقد جاء به هذا الشرع وقد جعل للإنسان كل الوسائل للدفاع عن نفسه في هذه الحياة الدنيا لأنها دار التدافع أما الآخرة فإن المعاذير فيها تذهب كلها كما قال الله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون وذلك أنهم في الدنيا يقفون أمام الحكام فيهم البر والفاجر وفيهم العدل والجائر أما يوم القيامة فهم واقفون أمام الحكم العدل الذي لا يظلم عنده أحد ولا يمكن أن يخاف أحد على هضم أي حق من حقوقه بل إن حقوقه محفوظة حتى لو كان كافرا يؤتى بأعماله كلها ولا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فالله جل جلاله هو أسرع الحاسبين وهو سريع الحساب سبحانه وتعالى شرع الله للناس في هذه الدار أن يتعاونوا على البر والتقوى ووزع بينهم معطياته على حسب ذلك فلو أنه أغنى كل واحد منهم عن الآخرين لم استطاعوا التعاون لكنه جعل كل إنسان في هذه الدار محتاجا إلى غيره مفتقرا إليه لا يستطيع القيام بكل مصالحه لا يستطيع أن ينتج ما يلبسه أو ما يأكله أو ما يسد به رمقه أو ما يتعالج به بل هو مضطر لغيره وقد قسم الله بينهم ذلك فهيأ بعضهم للخدمة في مجال لم يهيأ غيره له وكتب لهم الأرزاق فمنهم من لا ينال رزقه إلا في القمامة ومنهم من لا ينال رزقه إلا في أعماق البحار ومنهم من لا ينال رزقه إلا من نحت الحجارة ومنهم من لا ينال رزقه إلا في البراري والخلوات ومنهم من ينال رزقه من البنيان ومنهم من يناله من الصناعة ومنهم من يناله من الزراعة وهكذا لا يستطيع أحد أن ينال رزقا غير ما كتب له رفعة الأقلام وجفة الصحف عما هو كائن وقد جعل الله القدر تنبيها على ذلك وبيّن حكمته فقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن برأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وتدبر هذه المعاني يزيد الإنسان معرفة بالله سبحانه وتعالى واطلاعا على أسراره في تدبيره لهذا الكون وعلى أسراره في تشريعه وما أحل وما حرم فلم يحرم شيئا إلا لضرره الفاحش ولم يوجب شيئا إلا لمصلحته الراجحة ولم يندب إلى شيئا إلا لأن فيه مصلحة لابن آدم ولم يكره شيئا إلا لأن فيه مضرة لابن آدم ولم يبح شيئا إلا لأنه تعتريه الأحوال تارة يكون مصلحة وتارة يكون مفسدة وقد جعل الله المرجع في ذلك إلى العقول التي سواها وفطر الإنسان عليها فكل ذلك يزيدنا معرفة بالله سبحانه وتعالى ومحبة له وتدبرا لهذا الكون الذي خلقنا فيه والنعلم أننا لسنا كغيرنا من الخلائق فالحجج القائمة علينا والنعم التي أفردنا بها وخصصنا كلها تقتضي منا أن نعترف لله بهذا الحق علينا وأن نكون عابدين طائعين لأوامره سبحانه وتعالى وأن نكون من المسارعين إلى مرضاته قبل أن يسخط علينا فالفرصة هي هذه الدار قبل الموت والموت آت لا محالة فهو موعد حتمي مع الله أخفاه الله عنا ولم يبينه لنا ولو شاء لبينه لكنه جعله موعدا للمجازات وهو موعد حتمي لا بد منه فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقد نادانا سبحانه وتعالى بالتنبيه على هذا الموعد فقال قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته إنكم ملاقوا الله حفاتا عراتا غرلا مشاتا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين فلابد من الاستعداد لهذا الموعد فاستعدوا له ورحمن الله وإياكم وتهيأوا للقاء الله سبحانه وتعالى فقد قال الله تعالى وأن عسى أن يكون قد يقترب أجلهم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه عباد الله إن الله إذ جعل هذه الدار عبرا إلى الدار الآخرة جعل أهلها متفاوتين فيها على حسب مشيئته وإرادته يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا فمنهم من عمره فيها ومنهم من جعله منقوصًا من عمره ومنهم من جعله جميلا ومنهم من جعله دميما ومنهم من جعله فاهما ومنهم من جعله غبيا ومنهم من جعله عالما ومنهم من جعله جاهلا ومنهم من جعله ملكا ومنهم من جعله مملوكا ومنهم من جعله مؤثرا في الحياة ذا جاهن ومنهم من جعله خاملا ومنهم من جعله أبيضا ومنهم من جعله أسود ومنهم من جعله ذكرا ومنهم من جعله أنثى كل ذلك تدبيره سبحانه وتعالى لا دخل لأحد فيه ولا يستطيع أن يزعم ذلك لكن جعل كل هذه الفروق مؤقتة بما قبل الموت إذا مات الناس فانتقلوا إلى الدار الآخرة فالقبور أول منازل الآخرة وإذا وقف عليها أهل الأرض لم يستطيعوا التفريق بين قبر الذكر والأنثى والطويل والقصير والمعمر والمنقوص من عمره والجميل والقبيح والملك والمملوك والأبيض والأسود لا يستطيعون التفريق بين ذلك فإنهم قد نزلوا بدار الآخرة بمجرد وصولهم إلى القبور وبذلك تزول كل هذه الفروق فهذه الأجسام بدأت من الأرض وإليها تعود منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فما فيها من الجمال أو الدمامة كله تذهب به الأرض وما فيها من الألوال تذهب به الأرض تأكل لحوم الناس وعظامهم وبذلك يعودون كما بدأهم الله سبحانه وتعالى ولهم موعد حتمي يدعوهم فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينصلون ويعودون إلى بارئهم ليجازيهم على أعمالهم وبهذا يعلموا أن الخلافة في أصل الخلقة ليس للإنسان فيه فخر ولا ذكر لأنه لم يتسبب فيه لا بد أن يدرك الإنسان أنه من حكمة الله وأنه آية من آياته كما قال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف أرسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين هذا التنوع جعله آيات من آياته سبحانه وتعالى وعبرا من العبر التي يعرض عنها الغافلون ويتفحم فيها المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته فإنهم يزدادون إيمانا ويقينا كلما رأوا هذه الآيات وهذه العبرة ولذلك فإنما يحصل بين الناس من الغافلة يؤدي بهم إلى وضع هذه الآيات في غير موضعها فترون التفاخر بين الناس بأصل الخلقة وترون استغلال بعضهم لبعض وظلم بعضهم لبعض بأمور ليس لها أي أساس الذين يرون أن المرأة مهضومة مظلومة وأن لها حقوقا غير محددة وهذه الحقوق تزداد مع النعم وكلما تطور العمران وكلما تطورت المدنية كلما ازدادت هذه الحقوق هؤلاء غفلوا عن أن تلك الحقوق جاءت من الخلقة وأن الله هو الذي خلقها وحدد لها حدودها وجعل التنوع إثراءا لا تنافسا وفيه يقول سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة فرض الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا قسمة وعدلا بين الناس فجعل الدنيا تنقسم إلى قسمين إلى معنويات وماديات فشرف الرجال بأشرف ما فيها من المعنويات الإمامة والقوامة وشرف النساء بأشرف ما فيها من الماديات الذهب والحرير فكان ذلك عدلا بين الجنسين ويقتضي تعاونا بينهما وقياما بالمصلحة التي خلق من أجلها وإن هذا الموسم الذي يستغله الناس دائما للتنويه بحقوق المرأة والبحث فيها لا بد أن ندرك أن هذا البحث مستورد من خارج رقعة الإسلام فليس لدى المسلمين هذا التصور ولا تقوم فلسفتهم عليه بل إن المسلمين يدركون أن الحقوق هبات من الله سبحانه وتعالى أن الحقوق من هبات الله للجنس البشري وأن الله سبحانه وتعالى خلقهم من ذكر وأنثى وأمرهم بالتعاون فلذلك لا يمكن أن يشرع ما فيه ظلم لأحد الحكيم الخبير جل جلاله لم يشرع الظلم بل حرمه على نفسه ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما فلا تظالموا وفي الحديث القدسي الصحيح كذلك إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن روح القدس نفث في روعي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد إن روح القدس وهو جبريل عليه السلام نفث في روعي من عند الله جل جلاله من الوحي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد فكل بغي وظلم حرمه الله فالله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس عنه سهم يظلمون وما ربك بظلام للعبيد فلذلك شرع لهم أن لا يظالموا وصحى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الظلم ظلمات يوم القيامة فلذلك حذر منه هذا التحذير البليغ وكل ذلك يقتضي تعاونا واستغلالا لهذه النعم على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وعدم تجاوز فيها لحدود الله جل جلاله لا بد أن ندرك أن هذه البروقة مؤقتة وأن نهايتها بالموت ولا بد أن ندرك أن مدة وجودها يقتضي استغلالا لها وإدراكا لذلك قبل فواته والتنبه إلى هذه النعم قبل زوالها مؤذن باستغلالها وقد أخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستة فهل تنتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منصية أو مرضا مفندا أو مرضا مجهزا أو موتا مجهزا أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر بادروا بالأعمال ستة فهل تنتظرون إلا غنى مطغية فإنه يطغي الإنسان حتى يغفل عما خلق من أجله إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى أو فقرا منصيا ينصيه شرفه وأنه كائن شريف على الله خلق الله وأباه بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته أو فقرا منصيا أو هرما مفندا الهرم التقدم في العمر فإنه يفند الإنسان لأنه ينسى كثيرا مما علم فيعود إلى شهل بعد علم وإلى غباء بعد ذكاء كل ذلك من آثار الكبر أو هرما مفندا أو موتا مجهزا وهو الذي يقطع الأمل ويجعل الإنسان منتقلا من هذه الدار قد نبذها وراء ظهره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم والذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر المسيح الدجال أكبر فتنة تعرض لأهل الدنيا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال وما من نبي إلا وقد أنذره قومه وإن نوحا أنذره قومه ألا وإني أنذركموه فإن يبعث وأنا فيكم فأنا خصيمه دونكم وإلا فالله خليفتي على كل مسلم وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أمرا لا يخفى وهو أنه كتب بين على جبهته كاف فاء راء أي كافر أو كفر وأن إحدى عينيه مطموسة كالعنبة الطافية وأنه كذلك إذا تل الإنسان عليه فواتح سورة الكهف عشر آيات أو إحدى عشرة آية من فواتح سورة الكهف وقية فتنة وهو آت في هذه الأمة لا محالة فقد انقضت الأمم السابقة ولم يخرج فيها فهو خالج في هذه الأمة وهو فتنة عظيمة يخيل الإنسان أن أبويه قد عاشى فيكلمانه ومعه جنة ونار فناره من الجنة وجنته من النار يمر بالقرية الخربة فيأمرها فتتبعه كنوزها كيعاصي بالنحل ويأتي قوما وهم في نعمة فيكذبونه فيأمر السماء فتمسك ويأمر الأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أسبغ ما كانت ضروعة وتروح عليهم سارحتهم وهي تنوس من شدة الهزال ويمر بقوم فيصدقونه وهم مسلتون فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أسبغ ما كانت ضروعة وكل ذلك من فتنته وقد سخر الله له هذه الأمور وهو يمكث في الأرض أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم وهذه الأيام سريعة جداً كما مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهام استقبلته الرياح والجهام ما يبقى من وسخ المطر في السماء استقبلته الرياح فتذهب به بسرعة هائلة ولا تبقى مدينة من مدن العمران إلا دخلها إلا أنه لا يدخل مكة والمدينة فعلى أنقابهم الملائكة قد شهرت سيوفها ترده بالسيف صلتا وتهتز له المدينة وتنزل مسالحه بسباخها وينزل هو على جبل من جبالها فيرى المسجد فيقول ذلك القصر الأبيض قصر محمد فتهتز له ثلاثاً فيخرج إليه أهلها ومن أراد الله تثبيته ثبته ومن أراد الله فتنته اتبع المسيح الدجال ولذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من فتنة المسيح الدجال في صلاتنا أن نستعيذ بالله من أربع في صلاتنا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحياة والممات ثم بعد ذلك الساعة قال أو الساعة فالساعة أدهى وأمر الساعة لا تعبير عنها أبلغ من تعبير الله جل جلاله فالله قال فالساعة أدهى وأمر وسماها القيامة وسماها القارعة وسماها الحاقة وسماها الآزفة وسماها الصاخة وسماها الواقعة وهي بهذه الأسماء الكبيرة يدلنا ذلك على أمرها العظيم وهي قريبة جدا كما قال الله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب وقد أخفاها الله سبحانه وتعالى لتجزى كل نفس بما تسعى أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى وهي آتية فقد جاء أشراطها فعلينا الاستعداد لها عباد الله وأن نتعافى الحقوق فيما بيننا وأن لا يظلم أحد منا أحدا وأن لا يعتدي أحد منا على أحد وأن نتعاون على ما خلقنا من أجله وأن نقوم لله بالقسط والعدل في أرضه قبل أن يرثها فهو خير الوارثين سبحانه وتعالى ثم أعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وذنى فيه بملائكة قدسه وذلت بكم معاشر المؤمنين فقال جل من قائل كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه قلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيخة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي اللهم صل وسلم وسد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم جازه عنا أفضل وأجزل وأكمل ما جازت نبيا عن أمته ورسولا عن من أرسل إليه اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته وخلفه في أمته بخير اللهم أبرب لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء اللهم آمنا في دورنا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك واجعل المال في أيدي أسخيائنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وهدهم إلى سواء الصراط واجعلهم في قرة عين رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم هؤلاء عبادك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك في انتظار فريضة من فرائضك يقبلون عليك بوجوههم يرجون رحمتك ويخافون عذابك فآت كل واحد منهم سؤله وفوق سؤله وحرمهم أجمعين على النار يا أرحم الراحمين اللهم أحلل علينا في مسجدنا هذا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده واقضي ما في علمك من حوائجنا أجمعين اللهم حرم أجسادنا على النار اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى اللهم ألهمنا التقوى يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الدرجات العلا من الجنة اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم وآتنا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا وأمرنا على الصراط كالبرق الخاطف واسقنا من حوض رسولك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون يغفر الله لنا ولكم